أشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما تشهده علاقات التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا الشقيقة من تنام والزهار والتي يتم البناء على ما تحقق من تواصل عكس الرغبة الأكيدة في الانتقال بالعلاقات البحرينية التركية إلى أفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك ونوها سموه وحفظه الله لدى لقائه اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ طلال بن محمد الخليفة رئيس جهاز الأمن الوطني على هامش أعمال منتدى حوار المنامة مع الدكتور حقان فيدان رئيس الاستخبارات التركية الشقيقة بدعم تركيا للجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب والتطرف مؤكدا على الدور الذي تقوم به تركيا في حفظ أمنها واستقرارها وخلال اللقاء بحث سموه مع رئيس الاستخبارات التركية عددا من الموضوعات المتصلة بالقضايا التي يطرحها منتدى حوار المنامة